اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عليه وسلمه تسليما سيد مشه الهوينة ضحكه التبسم نومه الإغفاء ليته خصني برؤية وجه زال عن من رآه الشقاء له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلال والشمس تخجل من أنوار طلعته حاز الجمال فما أبهى محياه وبعد فتحية من عند الله مباركة طيبة لقناة الصحة والجمال والعملين عليها والعملين بها الله أسأل أن يثقل موازينكم وأن يحسن أرزاقكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم دائما طاقة نور تضل على الأمة بأسرها وعلى الوطن الغير بالإعلام الهادف الذي ينفع الناس في حياتهم ودنياهم وبعد الهجرة الهجرة هي الانتقال من أرض إلى أرض يترك الإنسان فيها كل ما يملك وكل ما يحب ولكن لكي نطلق عليها أنها هجرة لا بد أن تكون للعقيدة لا بد أن يكون الإنسان بداخله طمئنان وحب وعقيدة راسقة من أجلها انتقل من مكان إلى مكان وإلا فهي سفر وقد تجسدت في هذه الرحلة نبوية المطهرة آيات وعبر ومعجزات وخوارق للعادات تؤيد نصر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حديث عن الهجرة النبوية إلى المدينة بس سريعا هل في فرق بين الهجرة النبوية الهجرة المهاجرين إلى الحبشة أو في فرق بينها وبين يسرب اللي هي المدينة المنورة نعم نعم هناك يعني فوارق عظيمة بين الهجرة إلى الحبشة بتلخيصا سريعا نذكر فائدتين فقط أو نذكر فارقين فارق الأول هو أن خروج بعض المسلمين إلى الحبشة كان فقط لمجرد أن يكون هناك بعض المسلمين في أمان حتى إذا حرب الإسلام وحربت الدعوة واستؤصلت شأفة الإسلام يكون هناك بعض من المسلمين يقوموا على الدعوة يعني المهاجرة أو الهجرة إلى الحبشة يعتبر إلى دار الأمن نعم أما الهجرة إلى المدينة هي إلى دار الإمان نعم يحتمون فيه ولم ينتو أن يؤسسوا لمدينة أو يؤسسوا لدولة لدولة أو يؤسسوا لتحكيم لشرع الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما الهجرة إلى يثرب كانت لكل المسلمين الهجرة إلى الحبشة كان الاعتماد فيها على رجل واحد هو الحاكم العادل النجاشي ماذا لو عزل أو مات أو كذا سيكون المسلمون في خطر عظيم أما الاعتماد على الأنصار في المدينة المنورة كان على رجال كثر آمنوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم والأرض القصبة التي بالمدينة ففوارق بين هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة ندخل مباشرة لضيق الوقت ندخل مباشرة على الدروس والعبر ونأخذ حدث حدث كده ونقول الدرس اللي احنا نستفيد منه والسادة المشاهدين حيستفيد منه نعم نبدأ بإيه؟ يعني عاوزنا نبدأ بالتخطيط بالأخذ بالأثبات بالتخطيط المحكم ويعني تحس أن هي يعني يعني معلش يعتبر يعني أفضل جهاز مخابراتي في العالم مش هارف يعمل كده نعم صح أو لا؟ يعني نبدأ بإيه؟ نجمل ما قلت في الحلقتين يا أستاذ محسن مسألة المخابرات حدثت تخطيط كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطط تخطيطا محكما من بداية التخطيط للهجرة حتى نجحت الهجرة النبوية المشرفة فبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب أخذا محكمة فذهب من بداية الذهاب إلى بيت الصديق رضي الله عنه ورضاه في وقت لم يكن يذهب فيه إلى بيت الصديق قد اعتاد الصديق أن يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إما في الصبيحة وإما في المساء فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد ليس ذلك فحسن بل إنه ذهب ملثما والتلث مساعد على عدم معرفة الشخص الذي يذهب فإذا رآه مئة لم يتعرف عليه إلا القليل ليس ذلك فحسن حينما دخل على الصديق رضي الله عنه ورضاه وجهز له الصديق مجلسه صلى الله عليه وسلم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من عنده فقال الرسول الله إنهم ابنتاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهما يا أبا بك فقال فداك أبي وأمي رسول الله أخرجهما وحينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة لم يتحدث لا هي إلى أي ولا كيف ولا من المرافق بل إنه أبلغ الصديق فقط زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الإحكام فاستعان بالخبرة واستعان بمن عنده علم بالصحراء لماذا؟ أستاذنك بس يعني قبل أن ندخل الصحراء سننتقل يعني ننتقل حاجة هاي نعم كان فيه يعني قبل الذهاب إلى غري ثور كان فيه فيه در الندوة اجتمعوا الكفار اجتمعوا إنهم يقتلوا رسول صلى الله عليه وسلم اللي حصل إيه؟ استبدلوا مين؟ رسول صلى الله عليه وسلم استبدل يعني خلى سيدنا علي بن نبي طالب كرم الله وجهه ويعمل إيه حصل ينامه الفراش نعم الحتة دي ما فاش عزة وعبرة علي بن نبي طالب الصغير الصبي مواعظ وعبر هذا الصبي من السابقين إلى الإسلام وممن ياتقوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أخذنا إلى درس عظيم أسألة الاختيار ليس الاختيار لمجرد القرابة وليس الاختيار لمجرد النسب وليس الاختيار لمجرد الزمال وليس بالسن وكان الأمر بالسن عشان الحكادية يعني لست فيه ناس مكلمين في موضوع السن هذا من قبل الحلقة يقول لهم السن يقول مثلاً هناك شيوخ كثيرة شيوخ كبار مشهورون لم تجد غير الشيخ محمد بن عبدالصمط نعم قلت له ليس بالسن علي بن بن طالب وكررت وكررت وإيه رسالة كثيرة من هذه الطريقة يعني رسالة يعني فكررت قلت له شيخ محمد بن عبدالصمط يحفظ القرآن بقراته العشر الصغرى والكبرى وعلم الموزر الشريف ومدرس علوم القرآن بالأزهر الشريف وأن يبارك الأستاذ حمد الذي هو سبب في جلساتنا الآن إن شاء الله يزاهم والله خيراً فهي ليست بالسن ممكن بواحد سنه صغير قائد جيش صح ولا أهل نعم وحده 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 ممكن بواحد صغير السن وينام في فرشة النبي صلى الله عليه وسلم و هو عارف أنه ممكن يقتل أحسن لو كان الأمر بالسن لما نام علي في هذه الليلة التي سجلها التاريخ سجلتها السير لو كان الأمر بالسن لما قاد أسامة الجيش لو كان الأمر بالسن لما صلى عمر بن سلم ولكن العظمة في الإسلام والقدر للعمل وليس للسن وليس للنساب وليس للقرابة هو العلم نمعاً النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اختار علياً لينام في فرشه لأسباب عدة منها أن علياً هذا ممن يلازمون المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجوده في مكة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادرها وهذا من التمويه والعمل المقاوراتي كما تقول تمام في يغادر هناك تمويه حالات كثيرة أو سرية تامة نعم نعم سيدنا علي بن أبي طالب عاوزونا موقف بقى الكفار وأبو جهل بن هشام نعم موقف إنه قال سيد شرط الكالمشركين عاوزونا يتسوروا سورة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو جهل بن هشام حينها موقف علي بن أبي طالب أولاً يدل على حسن اختيار المصطفى صلى الله عليه وسلم له الله تعالى أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بما يكيد له المشركون به وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكري وهذه هي المعية التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة أنت معت الله سبحانه وتعالى فمن عليه معت الله فمن عليه قلنا بأن العبد عليه بالأسباب والله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب جل فعلا فاجتمعوا وأرادوا أن يحبسوا المصطفى صلى الله عليه وسلم يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون بك ليؤذوك ويمكر الله تعالى بك ليؤيدك وينصرك وهذه الوقفة التي لابد أن نقفها نحسن قبل أن نكمل في بقية الأحداث وقف مع الآيات صورة التوبة سميت بالكاشفة سميت بالفاضحة سميت بأسماء كثيرة ومن أسباب أنها لم ينزل في أولها البسملة أن كلها من أولها إلى آخرها تتحدث عن النفاق والغدر بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والبسملة مليئة بالرحمة فكيف باسم الله الرحمن الرحيم المليئ بالرحمة لتصدر صورة تتحدث عن نفاق والغدر والخداع الذي خادعه المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى إلا تنصروه إلا وأعرفك تبحث في اللغة وأصولها إلا تنصروه قالوا بأن إلا إن الشرطية أضغمت في لا النافية إذن فلماذا لم ترسم لم يرد في القرآن الكريم إن مكسورة الهمزة ساكنة النون منفصلة عن لا وتعرف إلا بمسار الآيات وبمعانيها إلا تنصروه أي إن تتركوا نصره وتأيده فربه من فوق سبع سماوات يؤيده إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه سنذهب إليه عظمة الصديق قدر الصديق عند ربه جل في علاه هذا الذي أخذ ماله كله وترك بيته من غير درهم ولا دينار وحينما ذهب أبو قحافة يقول لأسماء أراه ضركم بأنه أخذ أموالكم موقف أسماء هناك وكذا موقف أسماء ولنا في دور المرأة في الهجرة وتسجيل السير لها فتقول تعالى يا جدي وكان قد فقد بصره وقف سبب كبر سنة فأتت بحجارة وغطتها وجعلته يضع يده عليها وقالت إنه ترك هذا فسكنت من هول جدها وطمأنته وكان لها أثر عظيم في نجاح الهجرة إذا قلوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنى معية لذات المصطفى صلى الله عليه وسلم ولصاحبه ماذا فعل ربنا تبارك وتعالى فأنزل الله سكينته عليه ليس ذلك فحسب وأيده بجنود لم تروها هذه الآثار والمعجزات وخوارق العادات التي قلنا بأن ربنا تبارك وتعالى أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم من نسجل عن كبوت إن صح وإن ضعفه البعض فكفى أن ربنا تبارك وتعالى ضل لهم عن أن يروا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يقول الصديق ورسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه المطمئن لمعية ربه اسكت يا أبا اثناني الله ثالثهما حتى لو نظروا حتى لو نظروا شاهد أم معبد التي أجهدها التعب وهي لا تأتي بلبن ولا تذى ولا تذى الشيخ الفاضل الشيخ الكريم نعم انتقلنا سريعا على فكرة إلى الدروس انتقلنا سريعا على أم معبد لنا حتى في هذه الهجرة معلش أنا يعني أتطرق ليها المشركين عندما حوطوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل إيه أبو جاهل منها قال لهم يعني كان واحد بقول لهم هنخلص بسرعة يعني نخلص أم تخلصنا كده بنفس اللفظ كده تخلصنا كده يعني عاوزنا نقطع 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 نخلص من الليلة دي مش هنقعد للصبحان فقاله أتى يعني شوف يعني قاله أن هيهتك سترة بنات محمد صلى الله عليه وسلم أتريدون أن يقال بأن عمرا ومن معه هتكوا أسترى النساء هذه الحالية التي كانت عند العرب هادو المشركين نعم كفار نعم برضو يعني لو ده نسقط هذه هذه الخصلة على واقعنا هذا نحن نعمل بعضنا وحش والله أنا نعملك وحش نحن لن نعمل بعضنا بالطريقة والله لم ترقى لمستوى أبو جهل وهذا حدث يا سيد محسن حينما وجدوا علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعي لم يغطلوه إنهم يؤذوا علي جئنا أردنا محمدا صلى الله عليه وسلم فلم نجده وأنت الذي مكانه ولكنهم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الله العصمة لنبيه ولصاحبه ولعلي ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكملوا فقط وأيده بجنود لم تروها الآيات والمعجزات وعلى الدعاء وعلى الذين يحدثون الناس في الهجرة أن يعلموا الناس ويعرفوهم بأن معية الله تبارك وتعالى لم تترك نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه وربنا تبارك وتعالى أكرم الصديق من فوق سبع سماوات وكرم ذكره والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى أي ولا سوف يرضى الله الصديق وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله العليا قرأ أهل حضر موت وكلمة الله العليا في إشارة إلى أن الله كما جعل كلمة المشركين هي السفلة التي هي الدعاء للشرك والسادة والعبيد والمقاصد المادية دون النظر إلى العقائد جعل كلمة الله هي العليا التي هي دعوة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وستظل بإذن الله شيخ الفاضل موقف خلاص تعاوز سعدي موقف تساكمة السور الرسول صلى الله عليه وسلم خرج نعم صلى الله عليه وسلم يعني عريب نبي طالب كان قاعد مستني يعني قال وصل الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة صح؟ نرد الأمانات الأمانات تعلمنا إيه هذه هذا درس عظيم من دروس الهجرة النظر إلى واحد مطروض من بيته أحداث مطروض أوذية أحداث الطائف قبلها بقليل مات من كانوا يحموه عمه وزوجته أمنا خديجة رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول أموالهم حلال لنا ونحن سنهجر وسنترك بوتنا وكذا 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 إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأصعبها ينادي عليًا ويأمره بأن يرد الأمانات إلى أهلها والمعتاد بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين قبل الهجرة قبل البعثة وبعد البعثة وأثناء الهجرة عليه أفضل صلى الله عليه وسلم فقال ربنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ترك لنا درسا عظيما ففي هجرته وخروجه مطاردا يخشى عليه من القتل يخشى على أهله يخشى على أصحابه يأمر عليا ويتركه ويأمره بأن يؤدي الأمانات إلى أهلها فهذا أمر من الله تبركته ندخل بقى سريعا في السفر إلى الهجرة نعم طريق رسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وأستأذن مخرجنا الفاضل في صورة لتحرك رسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أستاذنا كيف يعرضها احنا بنتكلم شيخ محمد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أول حاجة يعني جابه واحد عشان يهدي للطريق واحد يعني من المشركين نعم ده فيه دلالة دلالات هذا فيه دلالات عظيمة بعض من أفقهم كان عبد الله بن قريقت عبد الله بن قريقت وكان يعرف بالطرق وكان يعرف بمسالك الصحراء وبمسارب البادية أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليست ذلك فحسب بل إنه استأمنه على سر الرحلة قبل أن يعرف بها صحابته الأكارم وأمر الصديق رضي الله عن وارضاه أن يخرج ابنتاه من البيت وأن يعرف عبد الله بن قريقت ماذا يعلمنا هذا؟ وعلمنا بأن الأمر ليس بماذا هو دينه هذا الذي تتعامل معه إنما هي بالثقة إنما هي بالخبرات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لحضرتك في الحلقة الماضية بأن هذه الرحلة هي الأعظم أرضية أرضية احترخ المشرين لو ده حاجة كمان دليل جميل جدا تخيل لما الكفار أو المشركين أهل مك يعرفوا إن الكنة الهادئة أو المرشد للهادئة الطريق هو عبد الله بن قريقت نعم ما خيال حيعمله إبن سعيد هذه الثقة أن مصر صلى الله عليه وسلم اختار الثقة وتأتي معية الله تبارك ونجاح المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الاختيار الإسلام دين عالمي الإسلام دين عالمي لا يقف أمام لون ولا يقف أمام شهادة ولا يقف أمام بلدة ولا يقف أمام نسب وإنما يقف أمام النجاحات ومن الذي سينجح هذه الرحلة فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار صديقه والصديق قبل الطريق كما تحدث الشيخ في الحلقة الماضية حفظه الله ومن بعدها من الذي سيقود هذه الرحلة إلى بر الأمان أمامك كافر أو على غير ملتك ولكنه ثقة ويعرف بالطريق وغير معادل وغير معادل وأمامك تقي نقي ورع ولكنك إن خرجت معه وهو لا يعرف الطريق هلكت ولكن هنا يتجلى الأخذ بالأسباب الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الرحلة إلى نهايتها ولم يفارقها لحظة إذا فإن ربنا تبارك تعالى كان معه في كل موقف من هذه المواقف التي سردتها لنا السيارة الشيخنا الفاضل أستاذنا في مكالمة نعم السلام عليكم السلام عليكم أستاذ النجوة أيوة أمور يا أستاذ النجوة إزاي سيأست يا أستاذ ما الحمد لله ربي على مين كل سنة ونتي طيبين ومحقق الشيخ القادر وكلامه جميل جدا ربنا أمورك فيك ما شاء الله عليه يعني الشيخ الألب ربنا يدرك له مزاكم الله خيرا أموري في أي سؤال بخصوص الهجرة نعم في أي سؤال بخصوص الهجرة عاوز أتعرفي أي درس عاوز أتعرفي حاجة معينة في الهجرة النبوية الشريفة والله أنا باتصل عشان أقوله كل سنة ونتطيبين أصلاً وكلام جميل وربنا يدرك لكم بصراحة يعني والشيخ ما شاء الله عليه شكراً أستاذ ترقته جميل أو شرقه جميل يعني أحبت أقوله كل سنة ونتطيبين سنة ونطيبين سنة ونطيبين شكراً شيخ الفاضل أستاذنا يعني يعني أعتذر لما نشاهدين الكرام يعني المكالمات لن نتخبرها الآن يعني هنكمل مع الشيخ عشان دروس كتير أوي تمام الدروس كثيرة ماشي أستاذنا 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 يا شيخ عشان لسه كتير أوي يعني يعني عاوزنا عشرني حلقة حضرتك مذاكر يا أستاذ محسن مذاكر إيه بس نبدل يا أكرمك الله ونفع بك هي 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 مشاركة ليس المغالبة مشاركة مشاركة نحن ضيفي الحلقة أيها الله نرى عليك كده أنا ممكن أجد أستاذ جماله هو المقدم في النشر شك الفاضل نعم موضوع سعاد سراقة نعم شاهدهم وعرف أن ده رسول صلى الله عليه وسلم وصحبه نعم عمل إيه وكان موقف رسول إيه وحكي للموقف كده والعبرة والعظة والدروس المستفادة من هذا الموقع نعم قبل أن نبدأ في موقف سراقة لابد أن نقول جملة عظيم ألا وهي سبحان مقلب القلوب ويا مقلب القلوب فبجد قلوبنا على دين اللهم أمين بعضنا يحكم على الناس دون أن ينتظر ماذا سيختم له به وماذا سيختم لك أنت به في لحظة لحظة تتبدل يخير الله من حال إلى حال ويبدل الله من حال إلى حال القصص كثيرة هذا سراقة سمع بأن صنديد كريش وضعت على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم مئة ناقة أي أن الذي سيأخذ المئة ناقة هذا سيكون من الأثرياء من الأغنياء فيسمع بذلك فيتحرى طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم والبحث عنه فيأتيه رجل فيقول كأني رأيت فلانا وفلانا وكأنه محمد وصحبه فيقول سراقة لا إنه فلان وفلان وقد مر علينا يضل إلى الرجل ويذهب هو ليقتفي أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأخذ المئة ناقة فيذهب يقول فأتيت بفرسي ورمحي وسيفي وانطلقت خلف محمد وصاحبه هنا بالورقة والقلم كما يقولون يهلك النبي صلى الله عليه وسلم من معه أتى سراقة وهو فارس مغوار معه سيفه معه حربته خلفه قريش معه قريش بأكملها ولكن الله تبارك وتعالى مع نبيه من فوق سبسنهات يؤيده ويؤازر ينطلق فيقول فساخت يدى فرسي في الرمال يقول فاستقسمت الألزام الألزام هذه أوراقنا يكتب فيها في الجاهلية افعل ولا تفعل وهو محرم علينا قال ربنا وان تستقسموا بالأزلام ذلك فسق ومنهي عنه يقول فإذا بها تخرج ما أكره أي لا تفعل يقول فانطلقت فإذا بي أقع من فوق فرسي والفرس يقع في الرمال يغص في الرمال يقول فاستقسمت الأزلام فإذا هي تخرج ما أكره يقول وكأن دخانا في السماء ومحمد وصحبه يبتعدون عني يقول فعرفت بأن الله تبارك وتعالى سيظهر أمر هذا النبي ورسالته لا محل فناديتهم بالأمان ناديتهم أنكم في أمان وأنني أريد حديث معكم وإذ به يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لقد وضعت قريش على رأسك مئة ناقة وإني أردت كذا ولكني عرفت بأنك على الحق وأريد منك الأمان يقول سراقة وعرضت عليهم الطعام والشراب والزادة وكذا وكذا يقول فلم يرتضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي فقط أخفي عنها أي عليك أن لا تبلغ أحدا عنها ورجع سراقة من رحلته بعدما كان جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ويبتغل كما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعده النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن ترتدي سواري كسراء أظن أن هذا لن يحدد سواري كسراء كسراء بن هرمز أيرتدي سراقة بن مالك بن جعشم هذا ويلبسه عمر رضي الله عنه وعرضاه سواري كسراء ويردد سراقة ما يردده عمر رضي الله عنه وارضاه الحمد لله الذي نزعه من كسراء الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسه سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج وسبحان مقلب القلوب وسبحان من يثبت الناس على الحق شيخ الحبيب ننتقل سريعا لذيخ الوقت سريعا في آخر حاجة عشان مخرجنا الكريم بيقول الوقت استقبال الأنصار للمهاجرين نعم وقمة الدرس في هذه قمة الروعة نعم في هذا الحدث نعم قبل أن نذهب إلى الاستقبال نذهب أولا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل هؤلاء الأنصار إلى هذا الاستقبال تمام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى كل الذي فعله هو ترغيبهم في إسلام حدثه أن لهذا الكون ربا واحد لا شريك له لا يعبد معه أحد هو الذي خلقكم والذي يحييكم والذي يرزقكم وكذا وكذا ثم انطلقوا ثم جاءوا في المرة التي تليها فقرأ عليهم القرآن القرآن الكريم فبدأوهم بالأسئلة وبدأوهم في أن يخصبوا أرضهم لحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة الكرام فجعلهمهم في اشتياق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عندهم بالمدينة المنورة التي شرفها ربنا تبارك وتعالى بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صحابة الأكارم إلى المدينة المنورة كانوا يخرجون في صبيحة كل يوم ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشد الحر فيعودوا إلى بيوتهم وفي اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد عادوا إلى بيوتهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فرأهم يقولوا مبيضي أي أنهم يرتدون الثياب البيض وفي وجوههم الصلاح فانطلق الرجل إلى أهل يترب يبلغهم بأن هذا الذي تنتظرون هذا الذي تنتظرون فخرج الرجال لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام موقف الإيثار أو موقف المهاجرين والأنصار وقمة الإيثار مواقف لا تنسى فتحت بيوت الأنصار لمقابلة مهاجرين وإيوائهم وبدء الدولة الإسلامية على الحق المبين ففتحت البيوت ففتح مبشر بن المنذر بيته وفتح أسعد بن زرارة ليس البيوت فقط نعم والأمال يعطي زوجته ويعطيه نصف ماله وكذا وكذا والعجيب والغريب العجيب والغريب لأن السيارة والتاريخ الإسلامي بأكمله لم يسجل أي حالة شقاق أو خلاف لا بين امرأة وامرأة امرأة من المهاجرين وامرأة من الأنصار ولا بين رجل ورجل شهدنا الكرام خلوا بالكم الحد دي كويس أول ولا بين رجل ورجل تشعر بيننا اليوم إياك والشر ابتعد عن الشرك إياك أن تشارك إذا كان قريبك أو حبيبك أو صديتك فإياك والنسب معه إذا كنت تحبينها فإياك أن تذهب إلى بيتها كل هذه الأمثال وكل هذا الكلام المراد منه شق الصف الإسلامي وتعادل الفاضل للأسف الشديد الوقت انتهى سريعا سريعا بس حت أخيرة أنا عارف أن الوقت برضو عشان تأخذ خضرتك نعم مش تسبب مني والله مش تسبب من عندنا نعم تابر إياك جميل جدا لما نحتفل بين المنسبات الدينية والمنسبات الإسلامية نعم تمام كده جميل جدا شيء جميل جدا نعم لكن اللي مش جميل بقى في الموضوع ده نحتفل بيئة معلش يعني يوم حلقة شوية معلش يعني عشوة شوية حلوة المولد صح 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 الأجمل نحن نتعايش في الموقف نفسه نعم ناخد الدروس والعبر صح صح أولا احتفالات الدينية والأمسيات وغيرها هذا لا حرج فيه ولكن نقصد اللي نحن نعم ناخذ الدروس والعبر نعود مع أولادنا كده نعم زادة الوقت هذا ما بنعمل così ناخد الموقف درس 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 وعبر عبر إن الذي يحتفل بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أو ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أو بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة أو أسبوعا أو شهرا إنما ضيق واسعة فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نحتفل بها كل يوم وكل ساعة وكلما ذكرنا ربنا تبارك و تعالى وذكرنا نعمة الإسلام علينا ذكرنا ربنا جل في علاه فالاحتفال والاحتفاء لا يكون في ليلة واحدة أو في أسبوع واحد أو في مناسبة واحدة إنما الاحتفال بأننا مسلمون يكون كلما ذكرنا ربنا تبارك وتعالى جزاكم الله خيراً شيخنا الفاضل والوقت مرة سريعاً سريعاً وأشكر مشاهدين الكرام وأشكر الشيخ الفاضل الشيخ محمد أبو الصمد من علماء الأزهري الشريف أشكرك جداً وإن شاء الله برضو على وعد بيقاته أستاذ محسن وبشاشة قناة الصحة والجمال وبالعاملين عليها بدءاً من الأستاذ حمدي يعني كادر العمل وأحد المجتهدين بالقناة إلى كل الذين ساعدونا وأكرمونا وكانوا سبباً في إنجاح هذه الحلقة أشكركم الله خيراً شاهدين الكرام أشكركم لحسن متابعتكم وإلا أنا ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى أترككم في رعة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته